اشتركوا في القناة 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 لأن الزاوية اللي كانت موجودة بتحكي عن اقتصاد وعن ضربة اقتصادية وانهيار اقتصادي عالمي ما بتحكي عن فيروس ما إلها علاقة بالفيروس ما إلها علاقة بالمرض ولا رح يكون إلها علاقة بالمرض ولكن ربنا أراد إنه الانهيار الاقتصادي يجي بسبب المرض إحنا ما منعرف هذا الإشي ولم نطلع إحنا على الغيب إحنا منحلل الموضوع هذا ترجع على توقعاتي موجودة على القناة بتسمعها ولما طلع التوقعاتي ناس كثير هاجمتني إنه أنا متشائم وبحكي صعب وشؤم وما حكيت ولا أي إشي إيجابي ومش عارف إيش معامي ما بقدر أنا أكذب ما بقدر أنا أفقك أنا وأحكي لك إشي ما رح يصير اللي أنا شفته اللي أنا حكيته حكيت إنه فيه إشي له علاقة بانهيار اقتصادي الانهيار الاقتصادي هذا بيبدأ من نهاية شهر اثنين ورح يستمر لشهر ستة الآن مامتى بدأ الفيروس بدأ مع توقعاتي رح ينتهي مع توقعاتي ما بعرف أنا بحكي الإشي اللي أنا شايفه ووصلت كل معلومة الآن اللي بسوقوا لحالهم إنه إحنا قلنا وبعد ما تخلص الزاوية الإقتران أعطيها أسبوعين بعدها بنتهي كل إشي وبلاقوا علاج وبلاقوا شعلاج هذا كله تنظير تنظير ما إلو علاقة بالصحة ما تتعشموا في هذا الموضوع ولو إجوا اليوم ليقول الدواء والعلاج واللقاح والمش عارف إيش أنا كطبيب بحكي لو إجوا وبدهم يطبقوا على العالم عشان يصلك لدولتك أنت بده أشهر وعشان يقدروا يحصروا الناس ويعطوهم اللقاح بده فترة وعشان يراقبوا الناس ويعملوا عملية دراسة جديدة لمدة الأربعة عشر يوم وأربعة عشر يوم بعديها يشوفوا إنه ظهر حالات ولا مظاهر إيش حالات إيش أعراض اللقاح وإيش أعراض الأدوية بده تأخذ وقت إنتوا بتكوا تهيئوا حالكوا على إشي مش اليوم وبكرة يعني لو أنا جيد قلت لك أبكرة بنتهم يلاقوا اللقاح اعرف إنه لسه بدهم يأخذوا مدى واللي بيجي بقول لك أنا قلت وعشان كسوف الشمس والطور السنوي وبدنا نقعد سنة ومش عارف إيش وهذا كل ياتوا كلام في الهوى ما إلو علاقة بالصحة مجرد تكاهنات هاي هاي ما إلها علاقة بعلم الفلك أنا بحكي لك عن زاوي إمتى ببدا وإمتى بنتهي ولكن إمتى بظل مستمر بظل شهر شهرين سنة سنتين ما حدا بقدر يفصل الموضوع هذا ولكن أنا اللي حسب اللي أنا ذكرته اللي أنا شفته إنه تأثيرات هاي الزاوية نهائيا بتنتهي في شهر ستك ماشي فعشان هيك ما حدا يجي يقول لي لا ما هي هاي ظل شهر سبعة وهاي أجا انتهى في شهر خمسة ما إليش علاقة في هذا الموضوع أنا إلي أنا بحلل لك خارطة فلكية أنا لا أنا بسمع شو ربنا قدر قدر وأقر وبدو ينفذ على العباد بدو يموت العباد بدو يحيي العباد هذا شأنه هو هذا شأن الخالق مش شأني أنا وصدتكو المعلومة اثنين اللي بيجي بقول لك هذا الوباء وبعده بدو يموت الناس كلها وبدو يروح الناس كلها وبدو ينزل إشي من السماء ويخبط في الأرض وهذا كلها ياته كلام فاضي ما قلوش علاقة بالفلك هذولا ناس صارت تنظر تنظير الآن الشاطر اللي بدو يركب على كتاف هذا الفيروس ويطلع لحاله شهرة أنا لا بدأ أطلع لحاله شهرة ولا بتهمني الشهرة ولا بتلزمني الشهرة ولا يا عمي كل هذا الحكي بهمني أنا بهمني أعلمك شوه علم الفلك بس افهمته اعتعلمته اقتنعت فيه عجبك ما عجبك مش شغلي أنا مش منزل من السماء عشان أنا أجبرك برسالي هاي مش رسالي هذا علم في ناس إلها بتقتنع فيه وفي ناس بترفضه في ناس بتهتم فيه في ناس كافر فيه في ناس مآمن فيه في ناس بتكفرك وبتكفرني وبتكفر كل الأرض إذا أنا خالفتها بس نقطة أول السطر نروح على توقعاتنا لأنه اليوم توقعاتنا كثيرة بس أنا حبيت أدخل المداخلتين هذول عشان أوضح صور معينة اعذروني يعني طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت أربعة أربعة القمر زي ما حكينا موجود بالأسد في منزلة الزبرة أغلب اليوم رح يكون لغاية ساعات الظهر هاي المنزلة ممتازة للربح والحرية والصلاح والإصلاح رح تستمر لغاية ساعات الظهر تقريبا بعدين بتنتقل لمنزلة الصرفة الصرفة هاي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين طبعا تأثير القمر لما بكون موجود بالأسد بأثر علينا كلنا يعني إيش اللي إحنا منحس الغالب علينا في هاي الفترة بكونوا الناس منحولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة أو التحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلينا الحدث الكبير اللي رح يصير اليوم هو انتقال الزهرة انتقال الزهرة حكيت عنه أنا مبارح طبعا هو رح يصير اليوم يعني تقريبا بعد الحلقة كوكب الزهرة رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء في تمام الساعة خمسة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينيج رح يمكث في حركة أمامية حتى صباح ثلاثة عش خمسة في الجوزاء بعدين رح يبدأ في عملية التراجع في نفس البرج حتى صباح خمسة وعشرين ستة في نفس البرج برضو في الجوزاء ما رح يطلع منه ومن ثم سيعود للحركة الأمامية حتى يوم سبعة ثمانية وهذا بيعني ان الزهرة رح تضل موجودة في الجوزاء أربع شهور بين حركة إيجابية بعدين سلبية بعدين إيجابية وهي الحركة التراجعية مش معنى أنه الكوكب برجع يعني ما فيه إشي اسمه كوكب برجع لورا هي اللي بصير أنه كل الخارطة الفلكية كل المجموعة الفلكية بتصير أسرع منه في الحركة فهو بصير يتراجع إجمالا مع الكواكب هاي بالنسبة لسرعته يعني زي ما أنت تمر بسيارة سيارة ماشية مثلا بسرعة نقول ستين وإنت ما راقت من جنب السيارة هاي بسرعة 100 فإنت بالنسبة لإلك ماشي بسرعة ولكن السيارة اللي جنبك هاي بيّنت إنها بترجع لورا فهي ما بتتراجع هي ماشية ولكن صار فيه بطء بالحركة لأنها وصلت للزاوية معينة الزاوية هاي بتصير حركة هذا الكوكب فيه بطيئة يعني مثلا بكون ينتقل ثلاث درجات في اليوم بصير ينتقل درجة واحدة في اليوم ماشي في الفترة الأولى أي فترة الحركة الأمامية أي لغاية 13-5 بشعر موليد الجوزاء بتحسن بيطرأ على مظهرهم الشخصي وبقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر إلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائي الأخرى أي الميزان والدلو والأبراج النارية زي الحمل والأسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة في ساعة ميلاده مثلا في الجوزاء هسا وجود الزهرة في الجوزاء بتعمل تغيير إيجابي على كافة الأبراج على كل الأبراج كل واحد منهم بأخذ جزئية بتفيدوا على حسب موقعه في أي بيت لأله عشان هيكي بنا نحكي كل برج وإيش الأشياء اللي بيستفيد منها برج الحمل بيستفيدوا في أمور إلها علاقة بالسفر السفر مش شرط أن ينسافر ماشي مطارات مسكري والطرق مسكري وحدود مسكري أورجيكم كيف الواحد بيستفيد من المعلومة السفر ممكن أستفيد بأوراق ممكن أستفيد بمراسلات ممكن يصير عندي حب أو تخطيط لأمور إلها علاقة بالسفر ممكن أراسل أشخاص أنا عشان استقدام ممكن أنا يصير عندي تفكير للأمور هاد مجرد الاطلاع يعني أحب دولة معينة وأحب أنا أطلع عليها وأقرأ عنها وأدرس عنها كأني أنا في خيالي سفرت لها بيصير عندي رغب كثير بالاتصالات وتعزيز القدرة مع الإخوة والجيران بالنسبة لبرج الثور مكاسب مالية تجيهم المكاسب المالية من مساعدة من عمل من هبات هدايا قروض وديون من أي باب الجوزاء فرص عاطفية ومالية والاهتمام بالنواحل الفنية السرطان تعامل مؤسسي أو شركي كبيري الأسد نشاط اجتماعي العذراء مجال العمل الميزان برضو بنشط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والقضايا القضائية العقرب مال من شراكة شراكة مالية أو شراكة عاطفية القوس بالشراكة المالية والعاطفية بيهتموا بهاي الأمور لكن العقرب بيهتم بالمال القوس بيهتم بالارتباط بيهتم بشراكة جديدة بيهتم بأمور العلاقة بزواج الجدي يعني بنقوله أنه ممتازة هي من ناحية العمل ولكن في المقابل أنه هذا بيت العمل وبيت الصحة فهو بيستفيد من العمل ومن نتائج العمل ومن مكاسب العمل ولكن في المقابل بده ينتبه من ناحية صحية بما أنه إيجابي وعلى الناحية الصحية معناته بده يحذر من ارتفاع الوزن ماشي؟ الأكل والشهية والشغلات اللي زي هيك الدلو حظ عاطفي ومالي وفرصة حمل للنساء فرصة الحمل ممكن تيجي من خلال طبيعي أو اللي عنده رغبي مثلا ما حالفهم الحظ لسنوات وحابين يعملوا زراعة مثلا لأمور الزواج ممكن يتعالجه وممكن يعملوا زراعة وتنجح معهم خلال هذا الشهر الحوت استفادة في العقارات والعلاقات العائلية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية رح تكون برضو بعد الحلقة هي زاوية تثليت إيجابية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعدها مباشرة بصير في عنا خلو مسار الليلة يعني بعد الحلقة الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش بصير في خلو مسار خلو المسار هاد رح يستمر تقريبا بعد حلقة بكرة يعني أكثر من أربعة وعشرين ساعة هذا يعني أن الفترة المذكورة من ساعة بداية خلو المسار لنهاية حلقة بكرة هاي فترة فارغة تماما من الحظوظ لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين أو أي مبادرة ممكن هذا الشيء يكون فيها مصيري لا تصلح بهذا الفترة بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني بمعنى آخر اللي عقدت النية عليه أنت قبل خلو المسار هو اللي بتعمله أو اللي تناقشت فيه أو المشروع اللي أنت درسته خلاص اتفقته على أنه بتكت وقعه في الساعة الفلانية وكانت خلو المسار ووقع وما تخافش لأنه نيتك بالعقد كانت أو قرارك بالعقد كان قبل خلو المسار ولكن اتخاذك للقرار في ساعة خلو المسار وهو اللي احنا بنقول عنه سلبي حسب في زاوية رح تصير اللي هي زاوية اختران سلبية رح تكون بين عطارد و نبتون هاي رح تكون الساعة وحدة و 14 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج طبعا الكواكب حكينا اي زوايا بتكون بين القمر واي كوكب مدتها بتكون من 6 ساعات لها تقريبا 12 ساعة هيك اوجها حسب ممكن تزيد ساعتين ثلاثة ولكن اوجي التأثير تبعها بيكون بالمدة هاي الكواكب البطيئة زي عطارد و نبتون الان هذولا حركتهم عطارد كل يوم تقريبا بنتقل شبه درجي فعشان هيك نحسبها انه تأثيره الو تقريبا 7 ايام وتأثيره القادم 7 ايام اوجي زاوي هاي بتكون الساعة و 14 دقيقة فجرا يعني انه 14 يوم بده يقعد 14 يوم هذا التأثير فعشان هيك يضايله 7 ايام لقدام فعشان هيك بالفترة الاسبوع القادم هاي كلها بتكون تأثيرات هاي الزاوية موجودة بيكون عنا صعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبكون صعب علينا التعامل معاهم وممكن ينتج عن هاد الاشي سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن هاي الزاوية وممكن ترتكب الاخطاء في احكامك ممكن يعارضك هذا الاشي لخيبات امل على المستوى الدولي او السياسي بدل هذا على وقوع جدل بين احزاب اليمين واليسار واغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري والاشتراكي وبيتم فضح بعض الحقائق او كشف بعض الامور اللي لها علاقة بفضائح او مؤامرات او اشياء لها علاقة بكشف قضايا كانت مستورة ارجعوا لقبل الاسبوع شوفوا شو الاشياء اللي انطبقت من هاي الامور دوليا بتلاقوا ان هاي الزاوية سببها ولسه للأسبوع الجاي كمان بظل تأثيرها بس بصير تأثيرها بعد الزاوية اقوى من قبلها طبعا عمر القمر القمر اكتبال المحدب 11 يوم في تمام الساعة 11 و 52 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني ظهرا بصبح 12 يوم نسبة الاضاءة 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربع المزاج سعيد القمر في الأسد حتى مساء 4 أربعة المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج ممتحس الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة المزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج أورانوس في التور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج طبعا حكينا انه ممتزج يعني طول اليوم بيكون مزاج الكوكب هاد متقلب بين سعادة ونحوسة بأكثر من ساعة يعني بتلاقيه ساعة أو ساعتين بيكون سعيد وساعة أو ساعتين ثلاثة بيكون منتحس بعدين بيرجع سعيد بعدين منتحس فهذا منسميه انه اليوم المزاج الكوكب هاد ممتزج يعني مخلوط ما بين السعادة والنحوسة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر استقرب الأسد في البيت الخامس تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتنجح في حملة الترويج لأي شيء فعشان هيك بدك تكون جريء اليوم في الطرح بتتسارع لأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض يعني الحضوظ رح تكون دعملة إليك اليوم والقضايا العاطفية برضو رح تكون دعملة إليك اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه ما في أي تأثيرات سلبية الأمور جيد جدا يعني نفسيا أنت مستقر هو وضع روتيني ولكن أنه جيد جدا بدعمك بشكل قوي وجود القمر فبق بشحنك شوي بنفسية متفائلة ومارحة شوي عندك حب للضحك والإنبساط والآشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بفتح مجالات أوسع من الحضوظ أنه يساعدك في مكاسب مالية ممكن تستغلها اليوم لمكسب مالي لمشروع لمخاطبة لطلب مساعدة الأمور هاي ممكن تفتح لك هاي الأبواب في أشخاص ممكن يستفيدوا ماليا من هبة أو ممكن أنها تجيهم على شكل هدية أو نوع من المنح أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا ما زالت الأمور قوية جدا فكريا أنت نشيد جدا تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وممكن تتواصل وتتصل مع أشخاص كثير وتوصل الرسالة اللي أنت بدك إياها لأي شخص بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالمطالعة أو المدارة الدراسي أو المناقشة أو الإطلاع على موضيع يعني من النوادر أنك أنت تهتم فيها فتهتم في هذا الموضوع نوع من أنواع البحث في منكو رح يكون عنده حركة كثيرة وعنده اتصالات هائلة جدا يعني رح يتصل مع أشخاص كثير خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة بالهواتف أو بالكمبيوترات أو بالأجهزة الإلكترونية تحديدا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت الرابع بنقول روتينية فعشان هيك بنستفيد من البيت الثالث هي التواصل مع أحد الإخوة أو الجيران أما البيت الرابع فبدعمك على مستوى العائلة فتعاملك مع العائلة هو روتيني اجتماعات روتينية بكون تواصل روتيني ما في أي شيء جديد يعني على حسب وضعك بصير تواصلك مع العليا والاهتمام فيهم في بعض الأمور اللي ممكن تصير من بعد الظهر أنه تقوى عملية الاتصالات بتفقد أحد أفراد العائلة أو الاتصال اللي اطمئنان عليه أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات أو الاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس ممتاز جدا بتدعمك على مستوى العمل على مستوى النشاطات الفكرية على مستوى تطوير العمل أو أشياء أنت ممكن تبتكرها على أساس أنه أنت تبتكر عمل أو نوع من أنواع المساعدة لإلك في ناس رح يهتموا بالأمور الصحية وفي ناس رح يهتموا بأمور إلها علاقة إما بالاتهام الأكل الزيادة أو أنه هو بيكون عنده شهية عالية جدا لتناول الطعام أو بيشتهي أنواع من الطعام بيحب يوكلها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك بشكل قوي جدا اليوم على مستوى الشراكي ففي نوع من أنواع التناغم أو التفاهم مع شريك المال أو شريك العاطفة ممكن تتوصل إما لقرار أو لا اتفاقية أو لشيء في نوع من أنواع المساعدة أو حتى المبادرة لمصالحة أو مكاشفة أو أشياء من هذا القبيل فهذا اليوم جيد إن كنت تخطوها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يصير فيه عندك اهتمامات في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمشاريع المالية يعني الاهتمام بالبورصة الاهتمام بالأسهم اهتمام بسعر الذهب بالأسعار اللي إلها علاقة بالأوراق النقدية بالأشياء اللي مثل هيك وممكن فيه منك يفكر باستثمار إلو علاقة في هذا الموضوع وخصوصا الذهب أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني تماما فعشان هيك عملية الاتصال والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بيكون بشكل روتيني يعني تفقد روتيني فيه منك ممكن يهتم بأمور إلها علاقة على الاطلاع على مواضيع إلها علاقة بالدين أو الفلسفة أو حتى السياسية وممكن يدخل بنقاشات في هذا الموضوع وفيه منكم ممكن يهتم بلغة جديدة أو يطلع على ثقافة جديدة أو يعمل نوع من أنواع الدراسة المنزلية أو يحث أبنائه على الدراسة المنزلية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا إلا أنه في ساعات الظهر بس ممكن يكون فيه نوع من أنواع المشاحنة ما بينك وبين أحد زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط عليك بقوة لآخر يوم فعشان هيك أي خلافات ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف حاول أنك تمسك حالك وما تعصب ما تواجه وما تجابه لأنه رح يكون فيه حدية من طرفك والحدية هاي ممكن تضيع حقك حاول أنك تمسك حالك لآخر يوم حتى لو تأكد تماما بأنه هذا الشخص أساءلك أجلها لبكرة بتلاقي أنه صار عندك قدرة على الرد عليه أو التفكير بالرد المناسب أو حل المشكلة بشكل مناسب أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم هو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تهتم بأمور العلاقة بالصحة بدك تراقب صحتك تحاول تريح حالك ما تتعبش حالك وما تهملش بنفسيتك وحاول أنك تمسك عصبيتك قدر الإمكان في منكو ممكن يهتم بموضوع صحي بيتعلق بأحد المعارف أو الأقارب مرج الثور ما زال القمر في البيت الرابع يعني بتحتل الأمور البيتية والعائلية لليوم الثاني برضو القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة يعني ممكن تتخلى اليوم عن موقف كنت متحفظ عليه حاول أنك أنت تأخذ فترة متقطعة من الراحة إذا شعرت ببعض الإربكات الصحية أو بعض التعب الصحي حاول أنك أنت تستشير طبيبك أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على مستوى البيت الأول جيدة نفسيتك اليوم أحسن في نوع من أنواع الراحة النفسية صحيح أنه فيه شوية توتر عندك أو بعض الوساوس والأفكار ولكن بتتغلب عليها لأنه شايف الإيجابية أعلى في الموضوع فممكن أنت اليوم تشحن حلك بطاقة إيجابية عالية جدا وتتجاوز هاي الوساوس والأفكار وتحاول أنك أنت تنشط بحل كثير من الأعمال اللي بتوكل إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثاني ممكن اليوم أنت تحل كثير من المسائل المالية ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو الإنفراجات ممكن يجيك خبر عن أمور إلا بتتعلق بالمال كنت طارحها أنت سابقا فاليوم يصلك خبر وممكن أنت اليوم تحاول الكرة مرة ثانية لعملية طلب مساعدة مالية أو استحقاقات مالية أو مال بعود لك يعني تحاول أنك أنت تسترد أموال لإلك اليوم إيجابي على كل هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا وبصل لمرحلة الممتاز في أمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات والاهتمام بالتليفونات والسيارات وممكن الأشخاص اللي بيطلعوا من البيت على رأس عملهم تكثر عندهم التنقلات واللي بيشتغلوا في المجالات التجارية برضو اللي بيطلعوا من البيت ممكن أنهم يستفيدوا في أمور التسويق أو البيع والمشترة والأشياء اللي من هذا القبيل في منكم ممكن يدخل بنقاشات ويتباحث أمور إلها علاقة بموضوع معين فهو مولود برج الثور بيكون مقنع بشكل كبير بوجهة نظره في منكم ممكن يبحث عن مسألة معينة أو يتعلم علم جديد أو يبدأ بمطالعة موضوع معين في منكم ممكن يبدأ ببرنامج إله علاقة بالرياضة أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالأمور البيتية أو الحركة البيتية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية فبتتعامل بالأمور العاطفية بشكل طبيعي بشكل روتيني فعشان هيك الأمور العاطفية عندك يعني منقول إنها روتينية خلال هذا النهار أما بالنسبة للحظوظ فبقولك ما تراهن على الحظوظ نهائيا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو إيجابي وقوي جدا بالنسبة لإلك فعشان هيك الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من العمال الموكلة لإلهم وفي منكم ممكن يهتم في مسائل تطوير في مجال العمل أو ينفتح له مجالات جديدة لأمور إلها علاقة بالعمل وفي من الأشخاص حتى اللي في البيوت ممكن يجيهم خبر عن عمل جديد أو يفكروا في عملية مراسلة أو تجهيز أمور إلها علاقة بعمل أو استعداد للمرحلة القادمة إن طالت كيف هو يبدو يباشر بعمل يجيب له نوع من أنواع المدخول في منكم رح يهتم بأمور صحية أو يهتم بأمور إلها علاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكي يعني شيئا ما اليوم إيجابي في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الشريك ممكن تتوصلوا لاتفاق معين أو لحل معين أو لمساعدة في مسألة معينة أو تتناقشوا وتتشاوروا في حل لأسوا تفاهم كان بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة يعني شايفوا روتيني بتهتم أنت في بعض المسائل ولكن اليوم ما رح يكون فيها البوادر القوية اللي تعطيك هالتشجيع أو تعطيك نوع من أنواع الاهتمام الكثير في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع اهتمامك بالدراسة أو بالمطالعة أو بأمور إلها علاقة بالاطلاع على مواضيع فلسفية أو دينية هي الأمر الروتيني اللي موجود عندك للفترة هاي ممكن تدخل في مواضيع العلاقة اه بدراسة لغة جديدة أو أمور دينية وفلسفية تهتم فيها أكثر وممكن منك ممكن يناقش في مسائل تعليمية أو يهتم بأمور علمية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو تقريبا شبه روتيني إلا أنه في ساعة الظهر بنبهك من مواجهة بينك وبين أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور ما زالت حدي ببعض التصرفات من صديق أو من معرفة والإساءة ما زالت يعني مأثرة عليك بتفكر فيها أو بتخطر على بالك بتفكر بطريقة الرد أو بطريقة المواجهة بقولك اترك هذا اليوم ما تفكر لا برد ولا بمواجهة اتركها ليومين لو الدام عشان يكون الحظ حليفك في هذه المواجهة وتكون أنت مدعوم بأراء أو فكرة تنصفك في هذا المكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا روتيني ما في أي شيء ولكن أنه بقولك برضو أنه ما ترهق حالك كثير وحاول أنك تأخذ شوية راحة متقطعة خلال هذا النهار تهتم بصحتك شوي ممكن أنه يصلك خبر يزعجك خصوصا في ساعات الظاهرة أو الصباح عن شخص بعز عليك أو معرفة بتعرض لشيء فهذا الموضوع بذيقك وممكن تهتمه بصحة أحد المقربين برج الجوزاء طبعا القمر في بيتكو الثالث لليوم الثاني تكثر عندكم اليوم الاتصالات في منكو راح تكثر عنده التنقلات وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم منكم ممكن يخرج في مقابلة أو تسويق أو رحلة تسويق أو مواجهة أشخاص تجار مثلا أو دعمهم بسلع معينة أو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة اللي هي البقالة أو المحلات الصغيرة ممكن يكون في نوع دافع لإلهم أو معزز لتجارتهم بيكون عندكم تعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحليب الليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن اليوم تكثر عندك الاتصالات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الأول فهو داعم لإلك بشكل قوي اليوم شخصيتك أقوى ونفسيتك أريح بالعكس أنت مرتاحة كثير وحابب تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وفي نفس اللحظة عندك ثقة عالية جدا بنفسك وعندك ملفت للأنظار بتكون خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ممتاز على مستوى الأمور المالية في منكم ممكن يحصل على أموال أو يحصل على دفعة أو يسترد بعض الأموال اللي بتعود له في منكم ممكن ينشط في عمل معين ويحصل على أموال خلال هذا النهار في منكم ممكن يبادر بطلب استرداد أموال لإله وتكون النتائج إيجابية أهم إشي أن تحاولوا تقللوا من مصاريفكو وتتحركوا باستغلال الفرص وإذا جربت أنت قبل بيوم أو يومين أنك تطرق باب معين حاول أنك أنت تجرب مرة ثانية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع هو روتيني تماما فأنت بتتعامل على مستوى البيت بشكل روتيني يعني الواجبات اللي عليك في نوع من التقارب موجود عندك ولكن في ساعات الظهر بنبهك من نوع من أنواع الحدية في الطباع ممكن تعصب أو تنرفز أو يصير فيه سوء تفاهم على مستوى البيت امسك عصابك وما تخلي الأمر يتفاقم يعني هي ساعتين أو ثلاث مدة السلبية وبعدين بتنتهي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو قوي جدا وبدعمك بشكل قوي حاول تستغل الفرص الإيجابية اللي بدعمك فيها خصوصا العاطفية ممكن أنت اليوم تتواصل مع الحبيب أو صير اتصال ما بينك وبينه أو ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالتجميل في منكو ممكن يهتم بحبيب بمساعدته أو بنجدته أو بعمل بقرب العلاقة ما بينه وبين الحبيب وفي منكو ممكن يهتم بأبناءه زيادة أما بالنسبة للبيت السادس فهو إيجابي جدا بدعمك على مستوى العمل وبدعمك على التفكير بإنجاز عمل معين والقدرة على إنجاز الأعمال إن كان أعمال منزلية أو أعمال خارجية وفي منكو ممكن يهتم بأمور العلاقة بالتجميل أو بالصحة ولكن برضو ديروا بالكو من التهام الكثير من الطعام خلال هذا النهار لأنه في منكو يا إما رح يشتهي طعام معين يا إما رح يبادر في عملية أنه ما يعني يوكل أكثر من وجبي خلال هذا النهار فديروا بالكو من هاي النقطة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بعض الحلول اللي إلها علاقة بالشراكة أو مع الشركاء ممكن تتواصل لحل مشكلة معينة أو تفاهم على نقطة معينة أو نوع من أنواع المصالحة عن سوء تفاهم كان في الأيام الماضية اليوم جيد وبدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية والتقارب أما بالنسبة للبيت الثامن ففيه يعني نوع من أنواع السلبية وهي بتضغط على المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات حاول أنك أنت ترتبها بشكل جيد وإن شاء الله الأمور بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع يعني في نوع من أنواع الإحباط أو الملل بسبب تعطيل سفر معين أو كان عندك فرصة لسفر وتعطلت اليوم بنفتح الموضوع فأنت بتكتأب في هاي النقطة أو ممكن أنك أنت تبادر لاتصال بأشخاص خارج البلاد بتعلق في هذا الموضوع أو للإطمئنان على حالهم أو ممكن هاي الحبسة اللي أنت قاعد فيها في البيت أثرت على مجالات كثيرة من عملك ومن صحتك ومن نفسيتك حاول تبحث عن زي ما بحكوها أشياء بديلة للفترة هاي المهم الأمور يعني فيها نوع من أنواع الروتين ولكن بتدعمك إما للمناقشات أو للمراسلات أو للاتصالات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيضغطك بشكل قوي جدا على مستوى علاقتك مع الزملاء أو رؤسائك بالعمل فممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم وممكن أشياء بتعرض سمعتك للقطر فعشان هيك منقول لك اليوم ما تحاول تشوه سمعتك بأي عمل ما تغامر وما تتهور وما تخالف قوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة على أساس أنك ما تشوه سمعتك السمعة هي أهم شيء في حياة البني آدم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيضغطك شوي على موضوع خلاف معين إلو علاقة بصديق أو معرفة سوء تفاهم أو كلمة أو انتقاد معين أذك أو ممكن خلى فيه عندك نظرة تشاؤمية لتصرفاته أو صار عندك طاقة سلبية عالية جدا أنك أنت بدك تواجهه أو بدك تبهدله أو بدك تعمل شيء من هذا القبيل حاول أنك تتجنب أي مواجهات خلال هذا اليوم أترك الموضوع لبكرة بعد بكرة بتلاقي الأمور إنها اتجهت بالاتجاه الصحيح وأجهك حقك لحالك أما بالنسبة لبيتك 12 اللي هو بيت المتاعب فالأمور روتينية فيه إنجز الأعمال المطلوبة منك حاول أنك أنت تخلد للراحة تأخذ أقصات معينة من الراحة هيك ما تجهد حالك الزيادة حاول أنك تريح فكرك من بعض الوساوس والأفكار انتبه لغذائك انتبه لفيتاميناتك وممكن فيه منك يفكر في الفترة هاي يدخل ببرنامج إلو علاقة إما بالرياضة أو إلو علاقة بتخفيف الوزن برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثماني ممكن أنك تعالج استحقاق مالي لا تتسرع بوظيف الأموال دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن اليوم خواطرك نوعا ما أو تتحسس المعنويات بشكل ملحوظ يعني بده يكون فيه نوع من أنواع التفاؤل طبعا فيه أشخاص بدهم يقولوا طب إحنا عمل إضافي من وين عمل إضافي هو الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت هم اللي ممكن يستفيدوا أو اللي بيشتغلوا أو اللي على رأس عملهم هدولا اللي بيستفيدوا طيب اللي يعدين في البيوت إيش اللي بيستفيدوا من وضع القمر في بيت المال هي مساعدات ونوع من أنواع الدعم أو طلب استحقاقات لإلهم يعني ممكن هاي الأمور اللي هم يستفيدوا منها أما بالنسبة للبيت الأول فهو نفسيا أحسن اليوم يعني ما فيها الضغوطات الكثيرة إلا أنه في ساعات الظهر ممكن يكون فيه يعني يا أما خبر مزعج يا أما يخطر عبالك أمر معين يسبب لك نوع من أنواع الحزن أو ممكن نوع من أنواع الوسواس ولكن إجمالا هو نفسيتك اليوم أحسن من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث إجمالا إيجابي بدعمك على مستوى التواصل والنقاشات وممكن اليوم أنك تجادل أو تناقش أو تطرح وجهة نظرك أو فكرة عندك أو موضوع كان مأرقك اليوم تناقش فيه أو تجادل فيه بتثبت حقوقك بشكل جيد فيه منكو رح يهتم بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات الأجهزة الإلكترونية فيه منكو ممكن يهتم بعمرية الدراسة أو البحث أو أشياء لها علاقة بالرياضة بالحركة بأشياء من هذا القبيل فيه أشخاص رح توعد مع أبنائها وتحاول أنها تتعلمهم أو تدرسهم أو تهتم في تعليمهم يعني فيه أمور إيجابية كثير ممكن تستغلها من خلال وجود البيت الثالث بإيجابيته أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيدعمك على مستوى البيت بشكل قوي بيعمل نوع من أنواع التواصل مع أهل البيت أو مع الأقارب فيه نوع من أنواع التوافق ما بينكو بين الإخوة أو بينكو بين الجيران أو ممكن يكون فيه اجتماع عائلي أو لقاء عائلي أو اتفاق عائلي أو تواصل عائلي ممكن إنكو تهتموا بأمور إلها علاقة بالبستني أو أمور إلها علاقة بالبيت صياني ترتيب بعض المشتريات أو المقتنيات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فيه نوع من أنواع التواصل أو المصالحة أو المبادرة لمصالحة معينة تكون خلال هذا النهار ممكن يكون فيه نوع من أنواع المساعدة للحبيب أو عمل شيء برضي الحبيب يعني أشياء إيجابية بتستفيدوا منها بهاي النقطة طبعا بالنسبة للحضوض الحضوض ضعيفة ما فيها الحضوض القوية رح تكون خلال هذا النهار يعني ما حدا يبالغ أو يراهن على الحض أما بالنسبة للبيت السادس فهو إيجابي جدا بدعمك بقوة فعشان هيك اليوم أنت بتهتم بأمور إلها علاقة بالعمل وخصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيت بيهتموا بأمور العمل أو ممكن ينجزوا أعمال مهمة بالنسبة لهم والأشخاص اللي في البيوت ممكن يهتموا بعملية اتصالات إلها علاقة بالعمل أو بداية عمل معين أو ممكن يعملوا نوع من أنواع المبادرة بأمور العمل يدخل لهم نوع من أنواع المدخول في ظل الظروف اللي إحنا فيها في منك رح يهتم بالأمور الصحية أو ممكن أنه يكون عنده الشهوة مفتوحة كثير لالتهام الطعام أو ييجي على باله أشياء لها علاقة بالطعام فيحاول أنه يبتكر شيء أو يطور شيء معين إله علاقة بالأكل أهم شيء أنه يديروا بالك على وزنك هاي أهم نقطة أما بالنسبة للبيت السابع فهو برضو إيجابي على مستوى الشراكة المالية والعاطفية يدعمكم من ناحية التسوية أو تطوير علاقة أو اتفاقية ما بينك وبين الشريك على حل مشكلة قديمة فيه نوع من أنواع تعاون ما بينك وبين الشركة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو منقدر نقول شوي روتيني فعشان هيك ما فيها الإيجابية القوية في الموضوع وبرضو ما فيها السلبية إلا في ساعات الظهر ممكن يكون فيه نوع من أنواع المطالبة أو الالتزام المالي أو أنك تفقد شيء أو تنسى شيء أنت وين حطيته حاول أنك أنت تركز أما بالنسبة للبيت التاسع فهو سلبي ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك الأمور اللي بتأرقك خصوصا الأشخاص اللي تعطل سفرهم أو تعطلت أعمالهم التجارية الكبيرة أو اللي تعطلت دراستهم هدولة أكثر ناس رح يعانوا خلال هذا النهار في منكم ممكن يسمع خبر من بعيد يزعجه في منكم ممكن يكون محتد بعملة اتصالات مع أشخاص خارج البلاد في منكم ممكن أمور قانونية تطرع على الساحة أو يكون يفكر في حل مسألة قانونية أو يضع نوع من أنواع التسويات على هذا الموضوع يعني الأمور إيجابية اللي عنده دراسة بده يركز بشكل مزبوط وما يهمل وما يراكم الدراسة عليه وخصوصا اللي في المراحل اللي هي ما بعد الثانوية العامة اللي هي المراحل الجامعية بدهم يركزوا بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو ضاغط عليك بشيء نسبي يعني مش شيء قوي ولكن برضو منقول لك أنه حتى لو أشياء متقطعة ما تغامر ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد وما تتخطى الحدود العقلانية زي ما بقوله على الأساس أنه أنت ما تخسر أو ما تتعلق لخسارة معينة خلال هذا النهار بأمور العلاقة بالسمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضاغطة على بيت العلاقات والأصدقاء فعشان هيك أي أمور العلاقة بالمواجهة أو أي خبر ممكن يصلك بتصرف أحد المعارف أو الأصدقاء يزعجك حاول أنك ما تتواجه خلال هذا النهار لأنه ستكون عصبي جدا حاول أنك تأجلها ليوم يعني لبكرة بكون الوضع لصالحك وممكن تكون حتى النتيجة تنحسم بشكل سريع وبدون تعب ومجادلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني إيجابية عالية جدا موجودة في هذا البيت فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من العمال وبتقدر تهتم بصحتك أو بصحة قريبة لإلك ممكن أنك أنت تبادر بأمور العلاقة بالتحسين أو التجميل أو الاهتمام بالصحة أكثر وفي منكم ممكن يبادر لإنجاز أشياء ما كان قادر ينجزها بالفترة السابقة أهم شيء أنه لضغط البيت التاسع بنقول أنه ديروا بالكوا تدخلوا بنقاشات في مواضيع أنتوا ما عندكوا إلمام كامل فيها أو مش دارسين الموضوع بشكل كامل على أساس أنه ما يتسجل عليكوا موقف أنك أنت غلطت برج الأسد اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها وبتعيد لكم نشاطكم المفقود القمر التقريبا وزع كل إضاءته على موليد برج الأسد الكل تقريبا رح يكون اليوم مرتاح ونفسيته أحسن بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم المركزكم الاجتماعي بتوضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماسة الفائضة وممكن تنشغل بوضع حجر أساس لمشروع معين لفكرة معينة أو لبداية لإنجاز معين حاب أنك أن تتممه بالفترة القادمة بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة ممكن أنك تبدأ صفحة جديدة خلال هذا اليوم يعني الأمور جمالا إيجابية تطغى على أغلب موليد برج الأسد أو معظم موليد برج الأسد إلا إذا كان الطالع عندك هو اللي ممكن بيسبب لك مشكلة معينة ولكن إجمالا كل موليد برج الأسد اليوم بكونوا مشحونين بطاقة عالية جدا وفي نفس اللحظة نفسيتهم مرتاحة أكثر أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو يعطيك بعض الفرص لإلها علاقة بالأمور المالية أو التحسين الوضع المالي أو الاهتمام بالأمور المالية وممكن يكون في نوع من أنواع استرداد بعض المستحقات وفي منك ممكن يحصل على تكريم أو على هدية أو ممكن وعد بإنجاز قادم أو بمساعدة قادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو أقوى تقريبا البيوت الموجودة خلال هذا اليوم وبدعمك بقوة عالية جدا فعشان هيك بتلاقي عندك النشاط الفكري عالية جدا قدرة الاستيعاب عالية جدا سرعة البديهة عالية برضو جدا وممكن أنك أنت تبادر إما بموضوع علمي أو دراسي أو تحليل أو تبحث في مسألة معينة ممكن تبادر في أمور إلها علاقة في الاهتمام بلاياقتك أو رياضتك أو حركتك ممكن تتحرك كثير وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات يعني التنقلات للأشخاص اللي بيطلعوا من البيت أما الاتصالات فالأغلب رح يكون عنده قدرة على التواصل والاتصالات ورح تكون عالية جدا في منك رح يتم بمسائل علاقة بالتعليم وخصصا تعليم الأبناء وطبعا الاهتمام رح يكون بأخ أو بجار يعني بمسألة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور بتدعمك على مستوى البيت يعني البيت جيد الأمور فيه ومستقرة فيه نوع من أنواع التعاون الأسري موجود وممكن يكون فيه نوع من أنواع توزيع المهام أو الاهتمام بمسائل العلاقة بمشتريات أو ترميمات أو تصليحات منزلية أو الاهتمام بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم هو فارغ تماما من الحضوظ لا إيجابية ولا سلبية فعشانك بتتعامل مع الحبيب بشكل روتيني لأنه تقريبا مخهق رح يكون مشغول بأكثر من مسألة أكثر من المسائل العاطفية فعشان هيك ممكن أن تصير فيه نوع من أنواع التقصير أو التعامل الروتيني مع الحبيب أهم شيء أنه ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد برضو بدعم على مستوى الأشخاص اللي بخرجوا من البيت وعرأس عملهم ممكن اليوم ينجزوا كثير من الأمور والأعمال وممكن يحققوا بعض المكاسب من خلال أعمالهم وفي منكم ممكن يهتم خصوصا الأشخاص اللي في البيت إما بمشروع جديد أو بفكرة جديدة أو يتراسل ويتواصل على إنجاز بعض الأعمال حتى لو كانت منزلية وفي منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو يهتم بأمور إلها علاقة بتنظيم برنامج غذائي أو أمور إلها علاقة بوجبات الأكل الأهم شيء أنهم يراعوا عملية الالتهم الكثير من الطعام على أساس زيادة الوزن أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا على مستوى الشراكة فبدعمك بقوة وممكن يساعدك في حل بعض المشاكل اللي بتتعلق في أمور الشراكة إلا أنه في بعضك بعض الموليد وخصوصا اللي هم من العشرية الأولى هدولة بدهم يديروا بالهم من حدية الطباع أو بعض المشاكل أو الخلافات اللي ممكن تكون بينهم وبين الشريك ممكن يحتدوا من مسألة معينة أو يبادروا بإساءة أو ممكن يكون في سوء تفاهم ما بينهم وبين الشريك فيحتدوا اليوم بعصبية كثير فحاولوا قدر الإمكان أنهم يمسكوا عصابهم ويبعدوا عن النقاشات والمجادلات اللي ماء الهداعي أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن يعني شوي أحسن بدعمك بقوة فعشانك ممكن أنه يكون في بعض البوادر إلا علاقة ببعض التسهيلات أو الحصول على بعض الأموال أو الوعود لحل بعض المسائل العالقة المالية ولكن برضو في المقابل بتكونوا ديروا بالكم من المصاريف وما تلتزموا بأشياء أنتم ما تقدروا تحلوها بالفترة هاي في منكم ممكن ينخذل من وعد كان مقطوع لهم بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة جدا يعني تدعمكم على مستوى الأمور الأوراق القضائية أو تعلم لغة أو أمور تحليلية دراسة مناقشة أشياء من هذا القبيل هي قوية جدا الأشخاص اللي بدرسوا دراسة منزلية اليوم ممكن يدرسوا كثير من الأشياء ويركزوا فيها بشكل قوي وفي منكم ممكن يهتم بأمور مراسلة خارجية أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد أو مساعدتهم أو حتى تلقي اتصالات أو أشياء لها علاقة بشيء قانوني أو أوراق قانونية أو معاملات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو يعني روتيني لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك ما فيه أي شيء ممكن نذكره على مستوى البيت العاشر لأن كل إنسان بتعامل على مستوى أعماله أو المؤسسات الكبيرة على حسب وضعه أما بالنسبة لبيتك 11 فهو على مستوى الأصدقاء ممكن يصير فيه تواصل أو اتفاق أو مساعدة أو طلب العون من صديق معين لحل مسألة معينة فعشان هيك اليوم فيه إنجازات كثيرة ممكن تساعدك وممكن تحل أمور أنت ما كنت متوقع أنك أنت تقدر تحلها ولكن اليوم بمساعدة حد ممكن أنك تضع حلول أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو دعمك برضو بقوة وعشان هيك فيه كثير من الأشياء اللي ممكن أنها تدعمك خلال هذا النهار ممكن تنجز كثير من الأعمال وممكن برضو تصل لحلول أو تسويات أو بعض الأمور اللي كانت معقدة بالفترة الماضية اليوم تصل لحلها في منكم ممكن يهتم بصحته أو صحة قريب لإله أو ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالوزن برج العدراء طبعا القمر في بيت المتاعب لآخر يوم وبعديها القمر بنتقل لعندكم بكرة فعشان هيك اليوم بتكون تتحملوا برضو الضغط اللي موجود عليكم بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب ما تحسم أي قرار خلال هذا النهار أحاول أنك ما تكون لحوح ولجوج في المطالبة وخصوصا في أمور بس مطالبة لفظية لأنه برضو ممكن يخذلك الحظ أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه بيت المتاعب ضغط له القوة فبيت الشخصية برضو بدي يكون فيه نوع من أنواع الضغط خلال هذا النهار فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع التوتر أو عدم الراحة أو بيكون يعني صبرك مش كثير فالانفعال والعصبية بيكون ظاهر عليك بشكل كبير بدك تمسك حالك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فإجمالا الأمور على المستوى المالي جيدة فعشان هيك اليوم لو بادرت بمطالبة مالية أو استحقاق بعض الأمور الأموال اللي بتعود لك اليوم ممكن تستغلها بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بأمور تمويلي أو ترتيب حسابات أو بعض المشتريات أو أشياء علاقة بالنواقص أو أشياء علاقة بسداد الديون في منكم ممكن يحصل على منحة أو هدية أو تكريم معين أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحركة والنشاط والتنقلات والاهتمام بأمور ممكن تكون تعليمية أو علمية في منكم ممكن يبادر بمطالعة موضوع معين أو الاهتمام في أمور الهلاقة بالاتصالات والمواصلات مثل الكمبيوترات والتليفونات والسيارات في من التجار طبعا اللي بيطلعوا من بيوتهم وعندهم مكان يتوجهوا إله زي العمل اليوم بيحققوا إنجازات كثيرة في مجال العمل ممكن يسوقوا لسلعة معينة أو ممكن أنهم يحصلوا على بعض الأرباح اللي ما كان سهل يحصل عليها في الأيام الماضية المهم اليوم فيه بغلب عليكو كلكو اللي غل النشاط الذهني يعني سرعة البديهة قدرة على النقاش والبحث وفيه منكو ممكن يهتم بأمور علمية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جدا بدعم مع الثالث معناته فيه اهتمام أو موضوع العلاقة بأخ أو بجار بتهتم فيه بشكل كبير وفيه منكو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع العائلة أو الاهتمام بنواقص أو ترتيبات أو إجراءات معينة إلها علاقة في البيت ممكن تهتموا بتصليحات أو ترميمات أو الاهتمام في بعض الأمور اللي بتطلب تواجدكو أو التقارب ما بينكو بين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأمور بتمشي بنوع من أنواع الحيادية مع الحبيب يعني بتتعامل بشكل روتيني ولكن في ساعات الظهر بدك تدير بالك من أي تصرف أو كلمة ممكن تتحسس منها فممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع ردات الفعل ما بينك وبين الحبيب أو تحتد أو تعصب امسك حالك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس جيد جدا بدعمك بشكل قوي جدا خصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت وبروحوا على عملهم فممكن اليوم ينجزوا كثير من العمال المطلوبة منهم وفي منكم ممكن يهتم في أمور عملية جديدة أما الأشخاص اللي في البيوت فممكن يهتموا بمسألة ممكن تفتح لهم أبواب يعني أبواب مستقبلية الهلاقة بالعمل وممكن يكون فيه اهتمام بمشاريع أو دراسة مشاريع أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم بأمور الهلاقة بالصحة أو التجميل أو الأمور اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أمور الشراك اليوم أحسن من الأيام الماضية رغم أنه في منكم رح يعاني بعدم التفاهم أو الحكم الخطأ فحاول قدر الإمكان أنك ما تتحسس وتحلل الأمور بعقلانية أكثر في منكم رح يحقق بعض الإنجازات أو يكون فيه نوع من أنواع التقارب ما بينه بين الحبيب بعد مواجهة أو بعد نقاش أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فعشان هيك اليوم ما تعتمد على الحضوظ في الأمور المالية حاول أنك أنت تحل الأمور بعقلانية وتكون جاهز وواضح بطريقة الطلب ولكن أنا بقول لك أجلها لعندما القمر يوصل عندك بيكون أفضل أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم فيه نوع من أنواع التقصير بأمور إلها علاقة خصوصا للأشخاص اللي دراسة جامعية بيقصروا بدراستهم وبيقصروا في أمور البحث فحاولوا تشحنوا حالكوا بطاقة وتركزوا تنجزوا الأعمال المطلوبة منكم في منكم ممكن يهتم بلغة أو بثقافة جديدة أو أنه يبحث في مسألة علمية معينة في أشخاص منك ورح تتم باتصالات خارجية أو ممكن تتلقى أنت اتصال من أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة لبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة وبدعمك بشكل قوي فعشان هيك ما فيه أي مخاطر اليوم من هذا الباب وحتى الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم حتى ولو كثرت أما بالنسبة لبيتك 11 في نوع من أنواع التواصل مع صديق أو مع رفيق لمساعدتك في مسألة معينة بنجز أو بيشور عليك بالاتجاه الصحيح حاول أنك أنت تستشير وحاول أنك أنت تأخذ المعلومة من أصحاب تخصص على أساس أنه أنت تتوقع أي ضرر في مصالحك أما بالنسبة لها بيتك 12 فبيت المتاعب زي ما ذكرنا القمر موجود فيه فبيضغطك بشكل سلبي حاول أنك أنت تصبر هاليوم وإن شاء الله القمر بس يوصل عندك الأمور بتتحسن بشكل أكبر برج الميزان اليوم بيكون فيه عندك نوع من أنواع النشاط الإجتماعي يعني تواصل أو الاتصال بأصدقاء بتعرفوهم أو معارف تتواصل معهم لتدعيم المواقف الإجتماعية أو المجاملات أو الإطمئنان أو نوع من أنواع التواصل منكم ممكن يتلقى يعني زي عزومة أو شغلة زي هيك طبعا الأشخاص اللي ممكن يخرجوا من لبيوتهم اللي ممكن أنهم يستجيبوا لهذا الموضوع أو يكون هذا الموضوع عندهم موجود في منكم ممكن يجامل أشخاص بمناسبة مناسبة سعيدة مثلا عيد ميلاد أو عيد زواج أو أشياء من هذا القبيل أو يعني إنجازات معينة فيجامل بتكون تنقلاتكم خصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت هي تنقلات مهمة بتتمتع اليوم بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ممكن تعرف اليوم بعض اللقاءات الداعمة وخصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا أو على رأس عملهم أهم إشي أنك ما تماطل وتشجع خصوصا على العمل الجماعي في منكم ممكن يسمع خبر يزعجه من أحد الأصدقاء أو يكتشف أحد الأشخاص أنه كان فضولي أو يتطفل عليه أو يتقمس شخصية الصديق وهو بيتصيد أو بيستغيبه أما بالنسبة للبيت الأول فهو إيجابي يعني بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك عندك ثقة عالية بنفسك وعندك نوع من أنواع الارتياح النفسي ممكن تتحرك وتنجز كثير من الأشياء أو المسئوليات أو المتطلبات المطلوبة منك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو إيجابي بدعمك بشكل قوي على المستوى المالي فممكن اليوم تحصل إما أموال بتعود لك أو أشياء بتكون مطلوبة منها يعني أنت طالب فلوس من أشخاص فممكن اليوم تحصل عليها ممكن يجيك بعض الدعم أو المساعدات أو الإكراميات أو أشياء لها علاقة بنوع من الهبات في منكو ممكن يحصل على هدية أو على جائزة حتى لو كانت رمزية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى التواصل والاتصالات فعشان هيك اليوم عندك نشاط فكري عالي جدا ممكن تتواصل كثير وعندك رغبة بأنك تحكي كثير تلفونات أو تتواصل مع الأشخاص اللي حواليك في منكو بيهتم بأمور علمية أو بحثية أو ممكن يهتم بالتعليم لأبنائهم أو حتى ملاعبتهم أو ممكن ممارسة رياضة أو حركة معينة أو نشاط بدني في منكو ممكن يهتم بأمور الهلاقة بالاتصالات أو المواصلات أو اهتمام بكمبيوترات أو تلفونات أو سيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما إلا أنه بنحذر في فترة الظهر والعصر ممكن يكون فيه نوع من أنواع سوء التفاهم أو العصبية على مستوى البيت أو ردات الفعل أو الإنفعال حاول قدر الإمكان أنك أنت تمسك عصابك في بعض الأقطاء أو الأعطال المنزلية اللي ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار فعشان هيك ما تبدو الجهد يروح على الفاضي ركز بشكل جيد وما تقصر بالمطلوب منك وحاول تتقارب مع كل اللي موجودين حواليك على مستوى العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو سلبي فعشان هيك حاول تمسك أعصابك بتعاملك مع الحبيب لأنه ممكن تتحسس من أي تصرف ممكن يصير فيه سوء التفاهم أو تحس بتقصير الحبيب أو إهمالك فما تواجه وما تحتد ممكن الشريك يكون عنده ظرف معين حاول قدر الإمكان أنك ما تثير المشاكل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد وبدعمك على مستوى أنجاز كثير من الأعمال المكللة إلك وخصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت يعني أدولا بنجزوا أعمال كثير مهمة لألهم وممكن يحصلوا على بعض المكاسب في منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو أمور إلها علاقة بالوزن أو أمور تجميلية وأشخاص ممكن تهتم بوضعها الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد اليوم لنوع من أنواع المباحثات أو المناقشات وخصوصا مع الشريك تقدروا تصلوا لحلول أو خطة حل حل معينة لبعض الضغوط أو المشاكل اللي كانت مفروضة عليكم بالفترة الماضية أو كانت موجودة على الساحة ممكن اليوم تضعوا حلول معينة وتعملوا نوع من أنواع التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما فعشان هيك أمورك على حسب الوضع تاعك خصوصا الأمور المالية المشتركة يعني حسب الوضع تاعك وحسب الالتزامات بتتعامل معها خلال هذا النهر أما بالنسبة للبيتك التاسع فعندك اهتمام بالاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو بتهتم بقضايا خارجية في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية في منكم ممكن يبدأ بدراسة لغة معينة أو يطلع ثقافة معينة أو ينشط بالاهتمام بأمور فلسفية أو دينية أو سياسية أما بالنسبة للطلاب اللي بدرس دراسة منزلية فاليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الواجبات المطلوبة منهم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقول لك يعني الأمور خالية تماما ما في أي تأثيرات سلبية تأثر على سمعتك فحاول قدر الإمكان أنك أنت تعمل نوع من أنواع المكاسب اللي تدعم أي موقف بدعم سمعتك في خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا بداية الحلقة لأنه ببداية التوقعات لأنه القمر موجود أساسا في هذا البيت أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو يعني إجمالا جيد وخصوصا أنه القمر لسه ما تجه للعذراء فبتحاول أنك أنت تستغل اليوم تنجز كثير من العمال المطلوبة منك حاول أنك أنت حتى لو عملت عمل يعني وقت إضافي ولكن إنجز لأنه بكرة تقريبا أن القمر رح يكون اقترب للعذراء أو دخل للعذراء فهذا الإشي رح يكون في بيت متاعبك فرح يرهقك يومين حاول أنك أنت تنجز الأشياء المطلوبة منك قبل موصول القمر لبيت المتاعب برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للأشخاص اللي على رأس عملهم وخصوصا اللي بيطلعوا من البيوت وبروحوا بينجزوا عمال أهم شيء أنه تهد من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها حاول أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك وما تدخل بأي شيء ممكن يعمل نوع من أنواع الحدية بالتعامل ما بينك وبين أصدقائك أو بين معارفك أو يأثر على السمعة تحديدا أما بالنسبة للبيت الأول فمنقول أن الأمور إجمالا جيدة شيئا ما فيه نوع من أنواع الضغوط ولكن أنت بتقدر أنك أنت تتجوزها وتطلع منها نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية بتقدر تشحن حالك كمان بطاقة أعلى عشان تحس بحماسة أكثر وقدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فعندك نوع من أنواع الاهتمام المالي أو بيكون فيه نوع من أنواع الفرص اللي إلها علاقة إما بمستحقات مالية أو ترتيبات مالية أو مراجعات لأمور مالية أو ممكن المبادرة بطلب مساعدة أو استحقاقات مالية أو أموال بتعود لك تطالب فيها خلال هذا النهار كل الأمور هاي بتكون إيجابية وبتقدر تحقق من خلالها إنجازات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى الحركي والنشاط الفكري عالية فعندك سرعة بديهة عالية وعندك قدرة على التواصل مع اللي حواليك برضو قوية شوي عندك نوع من أنواع العصبية في المزاج ولكن أنه برضو بتقدر تنجز كثير من المهام حاول أنك أنت تركز بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بأمور مطالعة أو قراءة لرواية أو حضور فيلم معين أو دراسة موضوع معين أو الاهتمام فيه قدرة على النقاش ممتازة يعني مقنع بشكل جيد في منكم ممكن يحث أبناء على دراسة موضوع معين أو يساعدهم بدراسة شيء معين وبتكثر عندكم الحركة والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع ضاغط شوي ففي نوع من أنواع سوء التفاهم على مستوى البيت أو بعض الأعطال المنزلية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ تهتم فيها أو بعض المشتريات حاول قدر الإمكان أنك أنت تنجزها بدون ما تعصب وبدون ما تستثار يعني كل أمور بتترتب بشكل جيد إنه تميت فيها أنت بشكل ممتاز حاول أنك أنت برضو تعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحات بدون ما تكبر الفجوات أو الخلافات بينك وبين أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم بموضوع بتعلق بصحة أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما فأنت بتتواصل عاطفيا بنوع من أنواع الروتين يعني روحك حلوة ولكن أنه برضو روتيني بطريقة التعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى بعض الأعمال اللي بتقدر تنجزها أنت خلال هذا النهار ممكن تفكر في أمور يعني بتدعم بعض المواقف المالية أو بتشحنك في أشياء أو أفكار تجارية ممكن تستفيد منها وخصوصا الأشخاص اللي خارج البيت بطلعوا يعني على رأس عملهم أما بالنسبة للأشخاص اللي في البيوت بنجزوا كثير من المهام اللي بتطلب منهم وممكن يعملوا أشياء كثيرة تكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت السابع فهو إيجابي بدعمك على مستوى الشراكة في نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشريك اليوم ممكن تدعمها بشكل أقوى لنوع من أنواع التفاهم على مسألة معينة أو توزيع الواجبات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو جيد جدا على أمور تحصيل بعض الأموال أو الدفعات أو ترتيب لديون أو القروض أو إعادة جدولة بعض الحسابات أو الاهتمام بأوراق حسابية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى أنك تتفقد أشخاص خارج البلاد أو تعمل اتصالات خارجية أو مراسلات وجيد على مستوى دراسة أو الاهتمام بأمور فلسفية ودينية ولكن مش جيد على مستوى العصبية والمغامرة والجراءة والمواجهة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالقمر موجود فيه مثل ما ذكرنا فعشان هيك بتتعامل بمثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقاتك وأصدقائك الأمور الجيدة ممكن تتواصل معهم أو يصير فيه نوع من أنواع المشهورة أو التقارب ما بينك وبين الأصدقاء فيه مسألة معينة فيه ممكن يهتم بمسألة الهلاقة بوضع معين بصير مع صديق فأنت بتهتم فيه بتحاول أنك توجه أو تنصحه أو تطلب أنت النصح بدورك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فعشان هيك الأمور يعني قدر الإمكان بنحكي إحنا مش روتينية جيدة أهم مش أنك تهتم ما ترهق حالك كثير واهتم بصحتك شوي حاول إذا شعرت ببعض الألام أنك تأخذ نوع من أنواع المسكنات أو أنك تأخذ جزء من الراحة أنه احتجت لطبيب حاول أنك تستشير ولكن هي فترة نفسيا فيها نوع من أنواع التأزم أو الأفكار اللي ممكن تأرقك أو تعملك أرق عند النوم برج القوس بتنشطوا في أمور بتتعلق في السفر أو اتصالات خارجية أو بعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل ممكن تشتد رغبتك في التقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم ممكن أنه تهتم بأمور إلها علاقة بدولة معينة أو الإطلاع على ثقافة معينة أو على أفلام يعني إلها علاقة في هاي المواضيع ممكن تفرح لانفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك قدرة على التواصل مع المحيط أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة نفسيا أنت أحسن اليوم ممكن تنجز كثير من المهام وتتحرك بثقة بالنفس مدعوم بثقة عالية وفي نفس اللحظة نفسيتك أحسن بالنسبة للبيت الثاني يعني جيد على المستوى أمور المالية ممكن اليوم الطالب بأمور أو مستحقات أو أموال بتعود لك أو ممكن تحصل على نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو الطالب بأمور إلها حلول مالية في منكم ممكن يحصل على هدية أو مكافأة أو دعم أو شيء رمزي أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نشاط فكري عالي وعندك قدرة على التواصل عالي جدا اليوم ممكن بعضك يطلع على موضوع أو يدرس عن موضوع معين أو يبحث عن موضوع معين يعني إجمالا الأمور إيجابية ممكن يتحث أبنائك على الدراسة أو تدخل بنقاشات معينة وتثبت وجهة نظرك أهم شيء أنك ما تتهور وما تعصد في منكم ممكن يهتم بموضوع بتعلق بأخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما على مستوى البيت تتعامل على حسب طبيعة الحياة اللي أنت عايشها في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالمشتريات أو ببعض الأعطال المنزلية اللي بحاجة لترميمات أو تصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا روتيني كامل ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتواصل على طبيعتك أو على طبيعة العلاقة مع الحبيب ما تراهن على حضوضك نهائيا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم أنت شهيتك مفتوحة جدا وعندك رغبة بالتهام كثير من الطعام حاول أنك تمسك حالك ما تجاز في كثير على أساس زيادة الوزن وفي منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة إما ببرنامج غذاعي أو شيء بتعلق في التجميل في منكم رح يهتم بإنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منهم وخصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا خارج البيوت وفي منكم ممكن يفكر بمشاريع داخلية داخل البيت أو أشياء تحسن من الوضع العملي أو مشروع مستقبلي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراكة فممكن تتواصل مع شريكك اليوم بشكل جيد ممكن يصير في نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو توزيع المهام ما بينك وبين شريك المال وشريك العاطفي أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو فارغ تماما في بعض الالتزامات أو بعض الأمور للفواتير أو بعض المستحقات ممكن تأرقك خلال هذا النهار ولكن إجمالا الأمور جيدة وبتقدر أنك تنسقها أما بالنسبة لبيتك التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات برجك فالقمر موجود فيه دعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأشخاص اللي على رأس عملهم هم أكثر المستفيدين راحين يكونوا من هذا البيت وتوجد الطاقة الإيجابية اللي فيه فبينجزوا كثير من المهام والأعمال بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل فممكن اليوم يحققوا إنجازات رائعة وفي منكم ممكن يدافع عن سمعته أو يثبت للأشخاص صحة أشياء معينة بتتعلق في دعم السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط عليك بعلاقاتك فممكن خلاف معين ما بينك وبين صديق أو معلومة أو إساءة من صديق تحاول إنك أنت تستفسر عنها أو تواجه فيها ولكن حديتك وعصبيتك ممكن إنها تطور الموضوع وتخليها مشكلة أكبر حاول قدر الإمكان إنك تكون عقلاني وتتعامل بدون عصبية أما بالنسبة لبيتك 12 ففارغ تماما من التأثيرات السلبية فعشانك اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك يوم دعمك بشكل قوي ممكن إنك تستثمره وتستفيد منه في منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة قريب لإله وفي منكم ممكن يباشر بأمور إلها علاقة بالأعشاب أو المكملات الغذائية أو الفيتامينات برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل على تسوي اللي أنت بترغب لها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة خلال هذا النهار أهم شيء أنك تعالج الشؤون العائلية المهمة أما بالنسبة للبيت الأول فإنها مش إيجابية بالكامل ولكن برضو في نفس اللحظة نفسيتك أحسن أو روتينية إحنا منقدر نقول يعني أنك بتتعامل مع الأمور بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فإنها بدعمك على المستوى المالي فعشان هيك بعطيك بعض الفرص اللي لها علاقة ببعض المستردات المالية أو الاستحقاقات المالية أو الأمور المالية اللي بتعود لك ممكن تهتم فيها وممكن يعني تعمل نوع من أنواع التعديلات لكن أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك ومن التزاماتك في منكو ممكن يحصل على هدية أو على جائزة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وممكن يكون جيد جدا على مستوى الدراسة والتحليل والبحث وفي منكو ممكن يحث أبناءه على الدراسة أو يساعدهم بدراسة موضوع معين وفي نوع من أنواع التواصل اللي بيكون مع أخ أو مع جار يعني جمالا أمور هذا البيت جيدة بتدعم على مستوى الاتصالات والمواصلات الأمور اللي لها علاقة بأجهزة التليفونات أو السيارات أو أي شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات أو الكمبيوترات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو شوي فارغ تماما يعني الأمر الروتيني على مستوى البيت ممكن يظهر بعض الالتزامات المنزلية اللي لها علاقة اهتمام بأحد أفراد العائلة أو أمور لها علاقة بيد صيانة والترتيب أو المشتريات أو المطالبات المنزلية لإهتمامك ممكن يكون في نوع من أنواع الحدية من تصرف أحد أفراد العائلة ولكن إنه إجمالا الأمر مسيطر عليه أما بالنسبة للبيت الخامس الحياة العاطفية عندك جياشة خلال هذا النهار ممكن يكون في نوع من أنواع التقارب أو الاتصالات مع الحبيب أو التقارب معاه يحاسس أنه في رغبة قوية للتواصل مع الحبيب الأمور بتدعمك بشكل جيد وممتاز جدا أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور على مستوى البيت السادس جيدة ممكن تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار وفي نفس اللحظة ممكن يكون عندك شهية مفتوحة لاتهام الطعام أو لا الأكل أو لا ابتكار أكل جديد أو دخول المطبخ أو الاهتمام بأمور تجميلية أو صحية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراك المالية والعاطفية في نوع من أنواع التفاهم أو التلاقي ممكن اليوم تبادر لتقريب وجهات النظر أو الاتفاق أو التفاهم ما بينك وبين الشريك على مسألة معينة وتضع بعض الحلول أو بعض المصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني القمر موجود فيها فشوي يعني بيعملك مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيد جدا جدا على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تفقد أشخاص أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء إلها علاقة بالدراسة أو بحث بمسألة معينة علمية في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدين أو الفلسفة أو أشياء تعلم لغة جديدة أو ثقافة جديدة أو عن حضارة جديدة أما بالنسبة للبيت التالي العاشر فهو جيد على مستوى الأعمال وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل وأغلب يحافظ على سمعته من أي هزة أو من أي شيء بشوه سمعته أما بالنسبة لبيتك 11 فهي ما زالت لآخر يوم في نوع من أنواع الضغط أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أو العلاقات أو الأصدقاء فممكن هذا يعمل نوع من أنواع الحدية أو ردات الفعل العصبية حاول أنك ما تحلل الأمور بحساسية اترك الموضوع يوم يومين بعدين بتلاقي الأمور أجت بالاتجاه الصحيح لمصلحتك ولكن بالأهم أنه ما تدخل بمواجهات والعصبية مع علاقاتك العامة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما من أي تأثيرات سلبية فعشان هيك تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وتقدر تهتم بصحتك ولكن دير بالك من بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأخطاء أو الأعطال المنزلية أو الإصابات أو الجروح مرج الدلو ترغبوا اليوم في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر يعني القمر موجود مقابلكم مباشرة فعشان هيك برضو بدك تحاذر من الخلافات وما تضخم الأمور في عندك نوع من أنواع الحساسية أو مرهف الحس تكون أو عندك نوع من أنواع التوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العدوات والبلبلة مزاجك شوي متقلب في نوع من أنواع العصبية وممكن أنه بسبب عصبيتك تثير النفور من حولك أما بالنسبة لها بيتك الأول شوي اليوم في نوع من أنواع الضغط على النفسية فعشان هيك نوع من العصبية أو الحدية في طباعك موجودة حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتكسر حاجز الكسل وتتحرك باتجاهات يكون في منها فائدة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات المالية أو تحصل على بعض الدعم أو الأموال اللي بتعود لك أو المستحقات وفي منكو ممكن يبادر في عملية وضع حلول للوضع المالي الأمور جيدة ممكن تستغلها بشكل إيجابي إذا تحركت لها واستغل الفرص إن فتحت إلك أبواب فرص في منكو ممكن تجي هدية أو تجي جائزة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الحركة وعلى مستوى الاتصالات والمواصلات الاهتمام بالأمور اللي لها علاقة بالكمبيوترات بالتليفونات بالسيارات في منكو ممكن يهتم بأشياء لها علاقة بالإلكترونيات أو التصليحات أو صيانة في أشخاص بيهتموا بأمور المطالعة أو الدراسة أو تحليل مسألة معينة أو الإطلاع على ثقافة معينة الأشياء كلها إيجابية تكثر عندكو الاتصالات اليوم بشكل واضح تماما وفي منكو ممكن يهتم بأخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور البيتية والعائلية مسيطرة عليها إيجابية بتدعمك بشكل قوي فممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب مع أحد أفراد العائلة أو مع مجموعة من العائلة في منكو ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بتصليحات أو صيانة أو مشتريات أو اهتمامات منزلية عالية يعني أمور البيت جمالا جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني الوضع العاطفي عندك عالي جدا بتتقارب وبتتواصل مع الحبيب بشكل قوي في منكو ممكن يصل لبعض الحلول أو بعض التقارب أو المصالحات ما بينه وبين الحبيب خلال هذا النهار الحضوض يعني بنقول أنه الحظ بدعمك شوي ولكن ما تراهن على الحضوض كثير أما بالنسبة للبيت السادس يعني الأمور العملية بتنجز الأعمال المطلوبة منك بتحاول أنك أنت ترتب بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل يعني بتعملها تقريبا بأمور المكلف يعني خلص أشياء مطلوبة مني بعملها وخلص ولكن ما في حرارة قوية أو دافع كبير عشان إنجاز كثير من الأعمال في منكو ممكن يهتم بأمور صحية أو يهتم بأمور معالجة مرض أو تعب معين أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو إيجابي بدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن يفتح لك باب من التعويضات أو التحصيلات أو نوع من أنواع مطالبة الدعم أو المساعدة إجمالا الأمور كلها إيجابية وبتدعمك بقوة حاول قدر الإمكان أنك أنت تستثمر هذه الإيجابية في عمل الإشي اللي أنت محتاجه أو طلب الشيء اللي أنت محتاجه من ناحية مالية وفي منكم ممكن يبادر في أمور لمساعدات إما عن طريق دوائر حكومية أو المؤسسات أو جمعيات أما بالنسبة للبيت التاسع فعندك نوع من أنواع الإتصالات مش بدنا نحكي إيجابية قوية ولكن في إتصالات وإهتمامات بأشخاص خارج البلاد أو ممكن دراسة موضوع معين أو البحث في مسائل علمية أو أشياء العلاقة بالأوراق القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فعشان يكي بتتعامل أنت بشكل طبيعي جدا على أمور الهلاقة في بيت السمعة والعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم تسمع خبر أو أمر معين بتعلق بأحد الأصدقاء حاول أنه يتقمص شخصية الصديق أو يستغلك في مسألة معينة حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تهاجم وما تواجه بسرعة وبحدية قبل ما تتبين كل الأمور الغضب في هيك الأمور ما بنفع العقل هو اللي بحكمك أصبر لحديث ما القمر يتحرك من مقابلك وبعدين بتلاقي الأمور كلها وضحت لك والرؤية وضحت بشكل وافي وبتقدر تحل الأمور بشكل عقلاني أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك يحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية راقب وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصد كافية من الراحة خلال هذا النهار ما ترهيق حالك كثير برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت السادس بيت الصحة وبيت العمل عشان هيك بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في الإنجاز أو بالعمل انتبهوا لغذاءكم ومراحتكم ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية أو وضعك الصحي كون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك والمعنويات أهم شيء أنه أنت تنتبه لصحتك خلال هذا النهار وما تتعب حالك كثير يعني ما تهمل الصحة أما بالنسبة للبيت الأول ففي نوع من أنواع الضغط عليك خلال هذا النهار فعشان هيك نفسيتك اليوم مش مرتاحة في نوع من أنواع الحدية أو العصبية في الطباع حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتلتزم الهدوء شيئا ما أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك على المستوى المالي ممكن تشعر ببعض التحسنات المالية أو ممكن يكون في نوع من أنواع المساعدات أو ترتيبات أو بعض الحلول المالية في منكم ممكن يهتم بمشتريات معينة أو تسويق أو تسوق أو الاهتمام بوضع ميزانية معينة أو ترتيب الأمور المالية في منكم ممكن يطالب بأموال بتعود له أو ببعض المساعدات اليوم برضو إيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف المستوى للنشاط والحركة هو اللي غالب عليك خلال هذا النهار فعشان يكون عندك قدرة على الاتصالات عالية جدا خلال هذا النهار وممكن تهتم بأمور علمية أو دراسية أو بحثية أو تهتم بالحركة أو الرياضة أو تحب تمارس نشاط بدني وفي منكم ممكن يدرس موضوع معين مطالعة ثقافي أو يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات مثل اهتمام والتلفونات أو مواضيع بتتعلق فيها أو بالسيارات أو أمور إلها علاقة بالكمبيوترات المهم النشاط الفكري عندك عالي جدا وعندك سرعة بديهة عالية وممكن تناقش أي موضوع اليوم ويكون الحضوض لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت عشان هيك بتلاقي فيه نوع من أنواع التقارب على مستوى البيت أو مع الأهل فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ممكن تفاهم ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو مشكلة معينة أهم إيش إنك ما تتحسس ويكون عليك ردات فعل عصبية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور سلبية فعشان هيك في نوع من أنواع التقصير أو الحدية في الطباع أو ردات الفعل ما تتحسس كثير وما تعصب وما تعمل فجوي ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات القمر موجود فيها أما بالنسبة للبيت السابع الأمور إجمالا إيجابية بتدعمك على مستوى الشراكي فممكن اليوم تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين شريك المال أو العاطفي أو نوع من أنواع المصالحات أو التفاهم أو التناغم لحل مسألة معينة أو توزيع المهام ما بينك وبين الشريك يعني الأمور إجمالا جيدة ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى البيت الثامن ممكن تساعدك هاي على بعض المطالبات أو الالتزامات أو مساعدات من جمعيات أو مؤسسة حكومية أو مستردات مالية أو أشياء لها علاقة بطلب بعض السلف أو القروض أو الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية على مستوى الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم فيهم بشكل روتيني في منكم ممكن يهتم بأمرور أوراق قانونية أو أشياء حكومية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور تقريبا يعني شبه روتينية ما بنا نقول لا إيجاب ولا سلبي فأنت محافظة على سمعتك وفي نفس اللحظة بتقدر تدافع عن حالك بشكل قوي واللي على رأس عملهم بإمكانهم يتعاونهم وزملائهم في العمل أو رؤساهم في العمل على إنجاز كثير من المهام أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه ما زالت الأمور حدي ما بينك وبين أحد المعارف أو أحد الأصدقاء ممكن تسوء تفاهم أو معلومة أو أنك اكتشفت شخص تقمص شخصية صديق فحاول أنه يكيد لك أو يستغلك أو يدخل في شؤون حياتك أو أنه يفرض حاله فأنت يعني عرفت في هذا الموضوع أهم شيء أنك أنت ما تحتد وما تعصب كثير وما تندفع في حل المشكلة تركها يومين ثلاثة بعدين بتلاقي أن الحلول أجتك لعندك ولكن ما تحلها بعصبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي تقريبا من الضغوط ولكن أنا أقول لك دير بالك حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك بدون ما ترهيق حالك اهتم بوضعك الصحي حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير وتخلد للراحة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد المقربين أو المعارف أو يصلك خبر عن شخص بعز عليك يكون سلبي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء